تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة موثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وبحضور أنجال سموه سمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد الخليفة انطلقت فعاليات اليوم الأول من السبوع الثاني للبرنامج التعليمي للقناص الصغير ضمن مسابقة ناصر بن حمد للسقور والصيد وشارك أنجال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد الخليفة في مختلف الفعاليات التي أقيمت في البرنامج التعليمي للقناص الصغير هذا وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن فعاليات القناص الصغير لها طابع خاص خصوصا أنها ستفيد شريحة كبيرة من الأشبال وستعطيهم التشجيع للمحافظة على هذا الارث الذي حملناه على عاتقنا وتوارثناه من الأجداد واهتمام ودعم جلالة الملك المفدأ مشيرا سموه إلى أن مشاركة أنجاله يؤكد الحرص على تقديم كامل الدعم لكافة المشاركين في فعالية القناص الصغير وقال سموه إن نجاح الأسبوع الأول من فعالية القناص الصغير يؤكد حرص أباء المشاركين على إعطاء هذا الارث لأبنائهم وتشجيعهم للحفاظ على هذه الرياضات والانخراط فيها مضيفا سموه أن المشاركة الواسعة من الأشبال يؤكد أن هذه الرياضات تسير وفق الرؤية التي تم وضعها خصوصا أن هناك العديد من الأهداف قد تحققت في الفترة الماضية وسترتفع هذه الأهداف خلال فعاليات الأيام القادمة وأشهد سموه بالجهود المبدولة من اللجنة المنظمة برئاسة خليف عبدالله لقعود وكافة المدربين المشرفين على البرنامج التعليمي للقناص الصغير وحرصهم على تقديم كامل الدعم للمشاركة متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح لكافة المشاركين هذا وشهد انطلاق الأسبوع الثاني حضورا كبيرا من الأشبال المشاركين في البرنامج التعليمي للقناص الصغير حيث ارتفع العدد إلى أكثر من 100 مشارك في البرنامج اشتركوا في القناة